بدأت وفود المشاركين بالوصول إلى أستنى للمشاركة في الاجتماع المزمع عقده حول سوريا الذي ينطلق غداً فالتاسع صباحاً بتوقيت دمشق والواحد ظهراً بتوقيت أستنى وفود كل من روسيا وإيران وتركيا وصلت إلى العاصمة الكازاخية لبدء المحادثات التمهيدية برعاية الجهات الضامنة واليوم وصل أعضاء وفد الجمهورية العربية السورية المشارك في اجتماع أستنى برئاسة الدكتور بشار الجعفري وكان قد وصل وفد المجموعات الإرهابية يوم أمس برئاسة الإرهابي محمد علوش ويرافقه عدد كبير من المستشارين القانونيين بما يسمى الهيئة العليا للمفاوضات أما على الجانب الروسي فيشارك المبعوث الخاص للرئيس فلاديمير بوتين بعملية السلام في سوريا أليكساندر لافرانتيف ونائب وزير الخارجية ميخايل بوكدنوف ومن الجانب التركي يشارك نائب وزير خارجية النظام سيدات أونال يرافقه ممثل عن جهاز الاستخبارات التركية وعن هيئة الأركان الولايات المتحدة الأمريكية أعلنت عبر خارجيتها أنها لن ترسل وفدا للمشاركة بل إن سفيرها في كازاخستان جورش كارول هو الذي سيمثلها في الاجتماع بل إضافة إلى المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ستيفان ديمستورا وعدد من مساعده والاتحاد الأوروبي أعلن مشاركته أيضا على مستوى السفر تنبؤات وتوقعات حول ما يمكن أن ينتج عن اجتماعي أستناء الذي يستمر يومين رغم أن جدول أعماله يتضمن بندين فقط هما الاتفاق على وقف الأعمال القتالية وبحث المبادئ الأساسية للحل السياسي ثم بعد ذلك يصدر بيان في ختام الاجتماع من الدول الضامنة روسيا إيران وتركيا يلخص ما تم الاتفاق عليها يذكر أن مبادرة أستناء تعود للرئيس الروسي فلاديمير بوتين حيث حظيت بدعم وترحيب رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان والكازخستاني نورس سلطان نزار بايف وخلصت إلى الأعلان عن محادثات سورية سورية تسبق العودة إلى حوار جينيف ومقرراته لحل الأزمة في سوريا